السلام عليكم أصدقائي أحبه أهلا وسلم بكم في هذه الحلقة سوف نعرف ما هو الفرق بين speak and talk ما هو الفرق بين هذين الفعلين أما الآن أضغط على إعجاب اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها هل فعل speak وفعل talk مختلفات عن بعضهم؟ often it doesn't matter often it doesn't matter غالبا لا يهم but there are some differences لكن هناك بعض الاختلافات إذا كنت تابع وكنت مبتدئ حاول تكرار معي هذه الجملة والعبارات بصوت مرتفع خمس مرات لكل عبارة حتى تتقنها often it doesn't matter but there are some differences غالبا لا يهم لكن هناك بعض الاختلافات speak can refer to the action itself speak يمكن أن يشير إلى العمل بحد نفسه بحد ذاته speak can refer to the action itself مثال على هذا I speak Spanish really well I speak Spanish really well and I speak Russian badly نعم أتحدث الإسبانية جيدا وأتحدث الروسية بشكل سيء عن الفعل بحد ذاته عن العمل بحد ذاته اللي واحد يقوم بي speak speak اللي هو الفعل بحد ذاته يتحدث عن I speak Spanish بينما رح نشوف شنو التولك بأي حالات رح نستخدمه طريقة ثانية speak can refer to something more formal than talk يعني ماذا؟ يعني speak يمكن أن يشير إلى الأشياء الرسمية الأكثر رسمية من talk talk نستخدمه بالمحادثات speak نستخدمه بماذا؟ بالأمور الرسمية مثال على هذا as a teacher بصفة مدرس أنا كمدرس I spoke to my students in lessons أنا كمدرس تحدثت spoke فعل ماضي لفعل speak I spoke to my students in lessons أنا تحدثت لطلابي في الدروس and then I talk to my friends afterwards إذن وبعدها تكلمت مع أصدقائي بعد ذلك as a teacher I spoke to my students in lessons and then I talk to my friends afterwards معنى هذا أنه أنا كمعلم تحدثت مع طلابي طبعاً بمكان رسمي بصغير رسمية وبعدها تكلمت مع أصدقائي في بعد هذا الحال إذن talk suggests that is a conversation ماذا؟ هناك talk يشير إلى أنها محادثة talk suggests that is a conversation conversation محادثة conversation محادثة talk suggests that is that it is a conversation talk يشير إلى أنها محادثة مثال على هذا My friends and I talked about work أنا وأصدقائي تكلمنا حول الأمل بمعنى أن هناك محادثة قائمة My friends and I talked about work There are also some expressions where we use one word rather than the other هناك أيضا بعض التعبيرات expressions التعبيرات التي نستخدمها في كلمة بدلا من كلمة الأخرى like مثل speak out speak out say you don't like something شيء لا يعجبك يجب أن تعمل speak out أن تتحدث عن هذا الشيء talk rubbish talk rubbish say things are not true هراء كلام هراء talk rubbish يعني نتكلم بكلام غير جيد تكلم هراء رح نأخذ مثالة طبعا على هذه أيضا the difference is very small and often doesn't matter which one we use you use but remember الفرق صغير جدا ولكن غالبا لا يهم أي واحد تستخدم ولكن تبكر the difference is very small and often doesn't matter which one you use but remember تذكر teachers and politicians speak to you المعلمين والسياسين يتحدثون إليك teachers and politicians speak to you يعني بصيغة رسمية يتحدثون معك friends and family talk to you بصيغة غير رسمية الأصدقاء والعائلة يتحدثون أو يتكلمون معك friends and family talk to you and you should speak out وأنت يجب أن تحدث بصراحة if you think إذا كنت تعتقد someone is talking rubbish إذا كان هناك شخص ما يتحدث هراء يتحدث كلام فارغ جيد تذكر هذه رح نقرأها سويا الآن teachers and politicians speak to you friends and family talk to you and you should speak out if you think someone is talking rubbish شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو لجميع أصدخالكم شكرا لكم وإلى اللقاء